بسم الله الرحمن الرحيم العاصفة دانيال مرحبا أصدقائي في قناتي استابوسة كوارث الطبيعة المدمرة العاصفة دانيال تشيرد الألاف في ليبيا والساحل الشمالي الافريقي وتقترب من مطروح عشرات القتلى والمفقودين جرفت للسيارات وحاولت للشوارع أنهار العاصفة دانيال تغرق ليبيا وتسحف على مصر رفعت محافظة مطروح درجة لاستعدد بجميع الجهات المعنية لمواجهة العاصفة دانيال التي استدر بسواحلها على يوم الاثنين وصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة ورجعت لمحافظة إجراءات للتعامل مع الأمطار ومخارات السيول التي سير الحركة المرورية للمواطنين وعدم تأثرها بالأحوال الجوية مع وصول الإعصار دانيال إلى السواحل الليبية تسبب ذلك في زيادة سرعة الرياح إلى 75 كيلو متر في الساعة وسقوط أمطار غزيرة وفيضانات أدت لغرق الشوارع وارتفاع الأمواج بين 4 إلى 5 أمطار غير أن الإعصار بدأي فقد قوتها بعد وصولها اليابسة منثم السيكونات أثيرها أقل عن دماء صل الأراضي لمصريت التي سيصلها بقايا الإعصار دانيال وستتأثر به منطقة الشمال غرب البلد وجدير بلذكران جمهوريت مصر لعربي تستشهد حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية خلل الأيام للثالثة لمقبلة نتيجة لمن خفض الجوي للناتجة عن بقايا الإعصار دانيال وأشارت إلى أن أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية أحيانا كانت في محافظة مطروحة وسيوة وبعض مناطق الضبعة وصاحبها سرعة رياح 30 كيلو متر في الساعة مما أدى إلى إثارة الرمال وانخفاض الرؤية الأفقية وأوضحت أنه المتوقع أن تمتد هذا الرمال إلى بعض المناطق في الشمال للصعيد والبحر الأحمر والوجه لبحري والقاهرة الكبرى كما يتوقع أن تتساقط أمطار بين خفيفة ومتوسطة علي محافظة لإسكندريت مع احتمال سقوط أمطار علي ألقاهرة العاصفة دانيال بدأت من الشمال غرب البحر المتوسط أرابط الأيام المضية للسواحل اليونانية أخليفتي خسائر بشرية ومدية ضخمة نتيجة قوة العاصفة التي صاحبها منخفض جوي متعمق بشكل كبير نتحل البحر المتوسط مما أدى إلى زيادة سرعة رياح العاصفة لتصل إلى 65 كم في الساعة وسقوط الأمطار الغزيرة في اليونان ودلوقتي بقى فاصل ونواصل ركز معايا وتابع ضدول جنوى بأوروبا ألح كومة الليبية بإصدار قرارا بتنكيس الأعلام بكفة مرافق للدولة وإعلان على حداد ثلاث أيام بعد مقتل 150 شخص جراء إعصار دانيال الذي تسبب في إحدث أضرار مدية وبشرية أذكرت رئيسة لحكومة الليبية في بيان لها عبر صفحتها لرسمية على الفيسبوك اعتبرك للبلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول مناطق منكوبة وتتولى كافة الجهات العامة والجهات المختصة اتخذ التدابير العاجلة والاستثنائية وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالملكيات العامة والخاصة من أضرار جسيمة بالبلديات المنكوبة وأصدر رئيس الحكومة الليبية رئيس للجنة العلية للطوارئ والاستجابة للسريعة القرار رقم 74 للعام 2023 والذي اعتبر مدينة درنة مدينة منكوبة بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرتي بلمدينة وسكانها وأعلن لجيش الليبي أن 90% من لطرق المؤدية لمدينة سوسة ودرنة انهارت بسبب السيول للناجمة عن إعصار دنيالي واجتاحة العاصفة دنيالي مدين شمال شرق ليبيا المطلة على البحر المتوسط حيث هطلت أمطار غزيرة غمرت بعض المناطق ما تسبب بخسائر في الأرواح وأضرار مدية كبيرة وتداول رواد مواقع التواصل مشاهد السيول وهي تغرق شوارع مدينة درنة في الشرق فيما تقوم القوات الليبية بمساعدة المدنيين وقالت وسائل إعلام ليبيا إن مديرية أمن درنة فرط حظرا للا تجول منذ للسابعة مساء من يوم أمس لأحد وحتى للثامنة من صبح اليوم الاثنين وأفادت مصادر أمنيت أن المخابز والمستشفيات والصيدليات والمراكز والوحدة للصحية ومحطات الوقود أخطر وأقوي فيضان إضرب ليبيا اليوم فيضان درنة ألمدينة صارت بحر لقطات وحشيت والحكومة لمصريت تتأهب حاليا وشكل التضامن الشعبي للمغاربة مع المتضررين من الزلزال أمرا لافتا حيث تفاعل المواطنون مع المبادرات الشخصية والمدنية التي أطلقها أفراد ومشهير مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شراء كميات من المواد الزلزالية والتموينية وإرسالها إلى منكوب الزلزال في المناطق النائية هذه الشروط التي تتمثل في الحصول على ألف مشترك وأربعة آلاف ساعة مشاهدة خلال آخر 12 شهر كل ما عليك فعله هو التعرف أكثر على مجموعة متنوعة من أهم وأشهر المواقع المصممة خصيصا من أجل مساعدتك ومعرفة كيف يمكن الحصول على الفي مشترك زائد أربع آلاف ساعة مشاهدة فعلية خلال أسبوع فقط الجزء ده يساعدك في الحصول على التدفق بطريقة سريع ويوفر لك كافة المتطلبات المناسبة لقناتك ومقاطع الفيديو الخاصة بك دلوقتي تعالى معي نتعرف عن تكونوا استفدتم ولو ببعض المعلومات على تركوا في القناة